عملوا مطش كبير النهاردة كانوش بصير لقوة المنافس ولا اسم المنافس كانوا عارفين انهم فرقة مفككة كانوا عارفين ان فرقة الزمالك لو تلعب عليها صح هيقدروا انهم يكسبوها وده كان واضح جدا من المباراة لعيب الكرة بيحس ومدرب اللي قدامه بيحس فرقة اللي قدامه دي مسكة نفسها فرقة متماسكة ولو فرقة مفككة فيها مشاكل فرقة طلاقة الجيش لعبوا على كده وبانوا الجيم بلان بتاعهم على كده وصبروا بشكل كبير جدا وكانوا عارفين ان الصبر هيطلع لعابة الزمالك برا تركزهم لانهم مش مركزين معظم لعابة الزمالك مش مركزين في الملعب فلازم اشهد الاول بطلع الجيش عالزمالك هتكلم مع كابتا محمد صلاح على الزمالك كابتا محمد النهاردة مطش يعني وانت نايم في البيت اكيد مبارح او اول مبارح عارف كابتا طالق عشرة هيلعب هيلعب الزمالك ازاي هيقف بشكل معين وبعكاف شوت تاني هياخر الديفنس بتاعه وعشرة خمستاشر متر ويبتدي يلعب على اندفاع الزمالك ورغم كده ورغم التوقع اللي فريرة اكيد عارفه والجهاز عارفه واللعيبة عارفاه سيناريو كأنك شايفه قبل كده حصل كتير جدا ومتوقع ان هو هيحصل النهاردة حقيقي دي خاصة مع طارق يعني السيستم طارق ما بيتغيرش هو عنده صبر زي ما حداك قلت كده وعايز يطلع الاول بنقطة لو خدت ثلاثة اوكي هو ماشي كويس يعني جمع النقاط اللي هاتنوصل اعطاكت 26 دي ماركز سابع دلوقتي اه ان شاء الله لكن مش عايزين نقول ترى جيش لعب كواس قوامي ده هو لعب على قد ظروف المباراة وحاس ان لعبت الزمالك النهاردة ما تخوفش والتشكيلة يعني احنا كلنا فجئنا حتى بفرض ان كنت بتكلم معك اللي ما يجددش او مش عايز يجدد ما يلعبش ده المفروض يبقى سيستم فينات الزمالك والراجل انت بتطالب ان اللعب اللي مش عايز اتجدد انها ما تشاركش اه انت بتقعدش تقلقني انت قلقني وقلق الجماهير وبكرة اه وبعده لأ ومش عارفين ونسمع انت ماضي فين ومش ماضي واستنوا شوية استنى ايه ده الزمالك يا ميدي مقدرش اقولك تستنى أسبوع حتى انت خدت مهلأ واثنين وثلاثة يعني معمدش حاجة وانا اتمنى رغم الهزيمة اللي غير متوقع يمكن انت تطاقعت مبارح زي ما بتقول لكن ما فيش حد متوقع ان المتشاط الاهل الزمالك والجيش كلها حتى لما الجيش بيجيب جون الزمالك بيرجع تاني لكن النهاردة لعبت الزمالك من التشكيل الاولاني تحس انه ما عندهمش رغبة للفوز مش متعمدين يعني ما فيش روح ما فيش روح لابا ما فيش عنده هدف ان انا اكسب ان انا يعني بالنبادري كده اخلص المبرامل المبادري بس انا يعني ما فيش ولا كورة يمكن كورة واحدة بس او اتنين في المباراة كلها اللي اختبر فيها لكن انت عندك مدافعين اوان عبدالله جمعة لعيف في حتة او كان بيلعبها زمان في امبي اه بنشاري ما بيلعبش طارق غايب اه التغيير التقليدي بين عمر و السيف الجزيرة مفيش حلول يعني قصري مفيش حلول اللهم ايه اللذيذوا ومش هو الواحد او هو وعشور مش هادرهم هم